بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحببت أن أتأمل معكم هذه الآية العظيمة حقيقة موقف سنقفه جميعا أمام الله ينبغي علينا أحبة في الله أن نحذر ذلك اليوم أن نستعد لذلك اليوم ذلك اليوم أهم من كل حياتك كل الأشياء التي تعملها من دراسة وعمل وشغل ومستقبل وأولاد ومتاع وبناء كل هذا ليس له قيمة أمام ذلك اليوم ينبغي أن يكون عملك وحياتك ومنهجك وتفكيرك وأهدافك متجهة باتجاه ذلك اليوم الذي ستقف فيه أمام الله انظروا معي أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول ولو ترى هنا هنا لمحة عظيمة إعجازية عظيمة يعني لو أنك أيها الإنسان تمكنت من رؤية ما سيحدث في ذلك اليوم سوف ترى هذا المشهد ولو ترى إذ وقفوا على ربهم يقف الإنسان أمام الله عز وجل وقفوا على ربهم وحرف الجر على هنا يدل على صعوبة الحساب وأنه يوم عسير سوف يعني يحاسبك الله على كل صغيرة وكبيرة قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها طيب ما الذي سيحدث عندما ستقف أمام الله سيحدث ما يلي سوف ترى ما يلي ولو ترى إذ وقفوا على ربهم الحديث عن هؤلاء المجرمين أيها الأحبة نسأل الله أن لا نكون منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق هنا الله سبحانه وتعالى هو الذي يسألهم سألكم في الدنيا وهيأ لكم أيها الملحدون كل وسائل الهداية كل وسائل كل دلائل الحق كل الآيات التي يعني تخبرك وتؤكد لك أن هذا القرآن هو كلام الله كل الحقائق التي تدعوك لليقين بوجود الله كذبتها في الدنيا يوم القيامة ستقف أمام الله لا مجال للتكذيب أصبح الأمر حقيقة واقعية سيقول لك الله سبحانه وتعالى أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا يقسمون سبحان الله طيب أنت في الدنيا كنت تنكر وجودا لا تقول أعطوني دليلا علميا ماديا ملموسا على وجود خالقا للكون يعني كل هذا الكون بإبداعه ونظامه وحركته الدقيقة ومليارات السنوات الضوئية مسافات ومليارات النجوم كل هذا النظام لا يكفي لك دليلا على وجود خالق له الآن اعترفت بوجود الإله عز وجل قالوا بلى وربنا ولكن هنا تأتي الإجابة القاسية جدا أيها الأحبة والتي لا نتمنها لأحد حقيقة قال فزوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يا لطيف يعني آية والله مرعبة أيها الأحبة قال فزوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو ترى إذ وقفوا على ربهم كأن الله يقف على كل صغيرة وكبيرة أو أن الله عز وجل يوقفك ليحاسبك على كل صغيرة وكبيرة قال أليس هذا بالحق يعني هذه جهنم وهذه الجنة وهذا يوم الدين وهذا هو الخالق العظيم عز وجل الذي طالما أنكرتم موجوده قالوا بلى وربنا يقسمون طيب ولكن ما الذي يعني هل ينفع الندم هل ينفع القسم قالوا بلى وربنا قال فزوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وهنا أيها الأحبة هذه الآية ليست خاصة فقط بالملحدين هناك مؤمنون أو مسلمون من المنافقين سيتعرضون لهذا الموقف وأسوأ منه عندما تكفر نعمة الله هذا نوع من أنواع الكفر عندما تجحد هذه النعم التي أعطاك الله إياها هذا نوع من أنواع الكفر عندما تختزن المال ولا تنفقه في سبيل الله هذا من أسوأ أنواع الكفر على فكرة وستتعرض لمثل هذا الموقف وأسوأ عندما تنس آيات الله تترك الصلاة لا تتذكر هذا الخالق العظيم تنغمس في شهواتك أيضا هذا نوع من أنواع الكفر لذلك أحبة في الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من ذلك الموقف وأن يجعلنا من الفائزين بلقائه عز وجل نكرر هذه الآية نرجو أن نحفظها ونتذكرها دائما كلما شغلتنا الدنيا نتذكر هذا الكلام الرائع ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته